بيقولك بقى فيه دراسة بتقول انك لما تسمعي الأغاني الحزينة بيزيد عندك هرمون البرولكتين مفروض الهرمون ده مسؤول على إحداث التأثيرات الإيجابية على مشاعرنا وحاسسنا كده تحس انك بتبرقي مشاعر لما تسمعينا كده يعني تلاقي الأغاني دي وعلى فكرة أنا لاحص المدودة في جد احنا لما بنيجي ناس مع أغاني حزينة بنتقزم لا فيه ناس كتير قوي بتبكي لو لا لو اللحن هادي بتتأثري شوية بكيها خلاص الحياة بتعادي بس الكلام الحزين على الأغاني الهق البق والترميق وده كتير أوكي بتبتلقصي ليشي بس أنا بحب اسمحها قوي في العربية وانا مشية عشان عايض برحتي والله العظيم وبالذات بقى لو فكرت حانسي كنت مستري والطيار دي بقى ومش مهم منك الحاجات دي بقى فطبعا بموت فيها أنا بحب الفرح مش مليش في الغم بس برضو بحس كده ان الأغاني الحزينة دي مصروف عليها كده ومتكلفة مصروف عليها ده انتي بتحب النكد على فكرة أنا بحب النكد طب والله العظيم بحب الدينا بقى أمرت ايه بقى وتجاني ايه بس كوش اه انا الواحد يشغل لا أن أنا أحط أغنية زي كده مثلا في العربية أحسني بكتير ابتدي نهاري وأنا بطاقة إيجابية مش بحزن ونكد آه أنا شايفة أنه هي نكدية آه يعني عندها نوع كده من الدراما بتعملها مش مش حلوة أبدا يعني حرام بتدي طاقة سلبية لنفسها كده ما يمينيش رأيه ده هودا دي أم النكد على فكرة بس أنا مثلا بحب الأغاني الرومانسية يعني الكلمات ما تبقاش حزينة لا أنا معنى تيش حد بحبه عشان أشغل رومانس تبقى أحب وحدات كده مش فريق وزعل ومش عارفة أنت أكد بتحب اليومانسية ده معناها يا جمان أنت بتشغالي رومانسية لا أنا بشغال الإنجليش أصلا وهيب هب أو مؤخرا بقى الأغاني الرومانسية أنا بحب رومانسية بسوء انت أعوين بحب جورج مايكل مثلا بحب شالاز نبوخ أه بس بقديم شوية آه بس بحبهم يعني ما بتسمعيش ده أنت كنتي أول واحدة تقطتك بترقصي على عوض البطل آه طبعا بحب عوض البطل أحبال الحزار والتهريج وأي حاجة بطلعك منود بصراحة هلو قوي بطلعني منود حسين احنا بتتلكك على الفرحة تقول لي جورج مايكل وجورج إرتاحي